أكد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال من خلال فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع وتحقيق النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة وخلال اتصال هاتفي مع كبيرة منصقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة أكد شكري على أهمية قيم إسرائيل باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني وعدم استهداف مقرات وكالات الإغاثة الدولية فضلا عن ضمان وصول وحرية تنقل أطقم الإغاثة في قطاع غزة هذا وشهد الاتصال التأكيد على ضرورة توفير الظروف الأمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح وإنهاء العمليات العسكرية في محيط المعبر استشهد فلسطينيان فجر اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة وأفادت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال استهدفت شرق ووسط المدينة كما أغارت طائرات الاحتلال على منطقة الفرحين شرق بلدة عبسان الكبيرة في خان يونس جنوب قطاع غزة أعلنت منظمة الصحة العالمية عدم ترقيها أي إمدادات طبية في قطاع غزة منذ السادس من مايو الجاري وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية في جناف طارق ياسارفتش أن إغلاق معبر رفح يضع المنظمة في وضع صعب فيما يتعلق بتنقر العاملين في المجال الطبي فضلا عن تناوب موظفي الأمم المتحدة والفرق الطبية مشيرا إلى أنه رغم تمكن المنظمة من توزيع بعض الإمدادات إلا أن النقص خبير وبشكل خاص المحروقات اللازمة لتشغيل المستشفيات قال منصق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة لا ترغب في احتلال القوات الإسرائيلية لقطاع غزة وأكد المسؤول الأمريكي أن الإدارة الأمريكية تبحث وضع غزة بعد الحرب مع الشركاء الإقليميين وأوضح أن هدف الإدارة الأمريكية هو عودة الهدوء للقطاع وحماية المدنيين وإعادة المحتجزين مشيرا إلى أن الرصيف العائم الذي شيدته الولايات المتحدة قبل تسواحل قطاع غزة ليس بديلا للممرات البرية ولا يمكن لهذا الرصيف أن يعود كل ما يمكن نقله عبر الممرات يجري مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان محادثات اليوم مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومن المقرر أن يتوجه سوليفان إلى إسرائيل الأحد للقاء بن يمين نتنياهو وذكر البيت الأبيض أن سوليفان سيشدد في محادثاته مع الإسرائيليين على تنفيذ عملياتهم العسكرية في قطاع غزة بشكل دقيق دون الحاجة إلى شن هجوم واسع النطاق قام عدد من الطلاب في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة بالسيطرة على مبنى داخل الجامعة احتجاجا على الأوضاع في قطاع غزة وطلب المعتصمون بالكشف عن الاستثمارات التي تربط الجامعة بإسرائيل فضلا عن وقفها ودعم نشطاء المؤيدين لفلسطيني من جانبها أكدت الشرطة أنها اعتقلت عددا من المعتصمين دون ذكر تفاصيل في الأسبوع الماضي وقامت الشرطة بتفكيك مخيم مؤيد للفلسطينيين في كاليج جرين واعتقلت 33 شخصا تم إطلاق صراحهم لاحقا بتهم مدنية بتهمة التعدي على ممتلكات الغير وفقا لمتحدث باسم بنسلفانيا أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تعرضت لأضرار طفيفة في البحر الأحمر بعد إصابتها بجسم مجهول على بعد 76 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن وأضفت الهيئة أن السفينة وتقمها بخير وتواصل طريقها إلى ميناء التوقف التالي قتل شخص وأصيب آخر في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على مدينة بلغرود الروسية وقال حاكم المنطقة بياتشزلاف لكوف أن التائرة المسيرة ضربت قرية نوفايا نوموفكا داخل الحدود الروسية وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق أن وحدات الدفاع الجوية اعتردت ودمرت 14 صاروخا أطلقت من أوكرانيا أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على اختبار صاروخ باليستي تكتيكي بتكنولوجيا توجيه جديدة كان جيش كوريا الجنوبية قد أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت عددا من السواريخ الباليستية قصيرة المدى سوب البحر قبال تسحلها الشرقية قامت السلطات الألمانية بإجلاء مئة الأشخاص وإيقاف العمل في محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في جنوب غرب البلاد جراء فيضانات وأمطار غزيرة وارتفع منسوب المياه بشكل سريع في ولاية زارلاند الحدودية مع فرنسا حيث تواجه مقاطعة موسيل بدورها فيضانات بعد تساقط أمطار غزيرة وفي ولاية رينلاند بقلت ناتا المجاورة حيث يجري أيضا نهر زار دعا عناصر الإطفاء نحو مئتي من سكان بلدة شودن إلى مغادرة منازلهم في ظل ارتفاع منسوب المياه اشتركوا في القناة